بس خليني أخدك ونرجع على المؤتمر الصحفي اللي حصل النهاردة واللي كان على طول بعد المباحثات اللي أجراها الرئيس طبعا تعرف الرئيس النهاردة كان بيقابل سيد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي قابل حمدوك رئيس الوزراء قابل دقلو نائب رئيس المجلس السيادي هناك كان الكثير من المناقشات والمباحثات فالمؤتمر الصحفي بيؤكد الرئيس أنه هو طبعا والبرهان بيؤكدوا على حتمية العودة إلى مفاوضات جدة يعني لا مجال لعدم الجدية ومحاولة شراء الوقت وفعالة يعني خطوات تبقى موجودة على الأرض في إيه بقى؟ في التوصل فأقرب فرصة ممكنة الوقت دي قبل موسم الفيضان المقبل أو أظن الفيضان بيبقى في أغسطس لو أنا لسه معلوماتي الزراعية يا سليمة في إيه بقى؟ في اتفاق عادل إحنا هنا بنؤكد على إيه؟ عادل لكل الأطراف متوازن ملزم لكل الأطراف قانوناً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة واخد بالك ملء وتشغيل محدش في مصر بيقول لا للملء لا للتشغيل إحنا بنتكلم على الطريقة يا سيدة أرجوكم 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 هناك من يحاول إيصال رسالة خاطئة سواء إذا كانت رسالة خاطئة إلى إخواننا في إثيوبيا أو رسالة خاطئة قد تكون عمداً أو عن غير عمد إلى دول في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر لا تريد هذا السد مصر لا تريد أي رخاء للشعب الإثيوبي مصر بالمناسبة مش عايزة غير كل خير لكل الشعوب في العالم ده واحد وبقولك أهو في العالم فما بالك بإفريقيا؟ يعني إفريقيا أكيد بالنسبة لنا حاجة تانية خالص بيشير فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه بحث مع سيد عبد الفتاح البرهان سبل وطرق إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل ربعية دولية بتشمل الإتحاد الإفريقي الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في أكتر من كده؟ ما ظلش خلونا نسمع هذا المقطع الصوتي أو نسمع جانب من كلمة السيد الرئيس ونرجع نكمل الكلام أكدنا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفايدان المقبل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصل التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا ونقد تطابقت رؤانا على رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبص السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح حقوق دولتين مصابة وما تجسد في إعلان إثيوبيا عن نياتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم تتوصل إلى اتفاق لنظم ملء وتشغيل هذا السد وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان ومن هنا فقد بحثنا سبل إعادة إطلاق مصار المفاوضات من خلال تشكيل ربعية دولية تشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب الأمم المتحدة للتوسط في العملية التفاوضية وهي الألية التي اقترحها السودان وياداتها مصر مع ليش اسمح لي بقى أنا أحب هذا الرجل وأثق في هذا الرجل وأحترم هذا الرجل الحقيقة أنا بتكلم من قلبي والله العظيم وحياته لدي أنا بتكلم بجد الرجل هنا بالتأكيد عائدة على فخامة الرئيس انت خدت بالك من الفيش الأكسبراشنز بتاعته أو وشه وهو بيتكلم وخد بالك تحديدا الجمل الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية وبص على الوش الرفض القاطع للسياسات فرض الأمر الواقع وتاني بص على الوش والتأكيد على أنه إحنا عاوزين مفاوضات جادة عادلة تاني بص على الوش وجه الرئيس وهو يتحدث حاول رفض الإجراءات الأحادية من الجانب الاثيوبي رفض الأمر الواقع من الجانب الاثيوبي وتأكيد الرئيس خليك بقى مركز على وشه تأكيد الرئيس وهو يتحدث عن مفاوضات جادة عادلة ملزمة قانونا لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل السد أنا عندي ثقة مليون في المية إن كل ما يعرض أو ينشر أو يكتب حتى على السوشيال ميديا من أي جانب مصري بخصوص سد النهضة واثيوبيا بيتم ترجمته فورا من الجانب الاثيوبي وده حقهم بالمناسبة فبنؤكد مرة تانية يا سادة يا إخوانا يا أهلين في إثيوبيا والله إحنا عايزن لكم كل التقدم والرخاء مفيش مرة سمعنا حاجة غير كده ومفيش مرة شفنا توجه مخالف لده ومفيش مرة شفنا أي خطوات عكس ده تحت أي ظرفة من الظروف أنا لو رجع بيه الزمن لورا هفتكر كويس كان ليه حظ سعيد جدا فإن أنا سفرت إثيوبيا قدس أبابا في وقت قمة الاتحاد الإفريقي في سنة 2018 يناير 2018 بطبيعة الحال طبعا الرئيس كان موجود باعتباره كان على طول بيتسلم بقى الدورة الجديدة رئيسة للاتحاد الإفريقي وشفت مش هقول لك وشت المفاوضات أكيد لا يعني في نهاية أنا مسافر صحفي لكن أنا شفت جانب من اللقاءات بعض المحاورات اللي هي متاحة للصحفيين ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين رئيس الوزراء الإثيوبي وقتا ما كانش فيها أي كلام على رفض مصر على الإطلاق لكن كان فيها التحفزات والتأكيد على أنه المصالح مشتركة أنا مش عارف إيه اللي بيخلي الناس تفكر بعيدا عن ذلك وبالمناسبة إحنا مش مسؤولين عن مهاطرات وتفاهات حصلت من شهر 6 2012 لشهر 6 2013 خالص مش مسؤولين عن أي مهاطرات وتفاهات ظهرت في وقت محمد مرسي ومن جلس معه على المائدة في الاجتماع التافه ده مناش دعوة إحنا بنكلمك على دولة تبدأ في 36 2013 حتى هذه اللحظة بنتكلم على توجه هذه الدولة الراسخ الأكيد الواضح والذي لا يحمل أي لف أو أي دوران على الإطلاق طيب أتمنى بس أصدقائنا وإخواتنا في إثيوبيا أن يترجموا هذا الكلام وأن يصل دائما إلى من بيده الأمر هناك ودمتم ترجمة نانسي قنقر